النادي الآلي طبعاً اللي يمكن بعد مباراة اللي فاتت خد راحة بيستعد بشكل جدي جداً لمباراة مهمة جداً يوم السبت مباراة المقصة النهاردة طبعاً رجع للتمرين يعني كان فيه أجازة يوم كده بعد المباراة اللي فاتت النهاردة اللعيبة بترجع تاني للتمرين ويمكن على يعني غرار العادة بدأ التمرين بمحاضرة نظرية يعني المحاضرة كانت طويلة شوية الفايلر يعني بحضور اللاعبين والجهاز الفني بيتكلم أكيد على المباراة للاتحاد بيتكلم على بعض الأخطاء اللي حصلت تكلم على بعض النقاط الفنية اللعيبة كانت مركزة جداً جداً فيه المحاضرة دي وده شيء مهم جداً إنك دايماً خلاص أنت حتى بعد المباراة بتقفل الملف في المدة يوم واحد بتدي اللعيبة راحة شوية لكن بعد العودة مهم جداً إن تجتمع باللعيبة وتقول وتشرح الأخطاء للمباراة اللي فاتت وإزاي كان يمكن الأداء في بعض الأوقات مش مناسب ده مهم جداً من خلال الفيديو من خلال المحاضرات النظرية النهاردة النادي الأهل تاني بيرجع للتدريبات استعداداً طبعاً سيهم لمباراة مهمة جداً أمام مصر المقصة مصر المقصة طبعاً مواجهة مهمة جداً إن شاء الله يعني هي دي كل مباراة حسم اللقب يوم 19.09 مصر المقصة من الفرق القوية في الدوري ويمكن الفريق ده حقق نتائق كويسة في الدوري الفترة اللي فاتت دي طبعاً وكعادة الآلي في حالة يعني قوية جداً من التركيز والجدية داخل الميران علشان يحقق الفوز ويقتنس الثلاث نقاط النهاردة فييلر برضو كان حريص على إجراء تأسيمة كرة قدم قوية بين اللعيبة وكان حريص على إقافة تأسيمة دي أكتر من مرة كان بيدلهم من خلال الفترة الراحة دي أو الفترة البريك دي تعليمات تصحيح الأخطاء أو تصحيح الوضع التأكيد طبعاً على بعض الجوانب الفنية وأيضاً الخططين صحيح ده مهم جداً زي ما تكلمنا إنك دايماً بتصحح دايماً بتدي اللعيبة بتديها على جزء النظري وكمان على الجزء العمل لدخل الملعب كمان عندنا من أخبار النادي النهاردة إن شاء الله يعني خبر حلو أو إن السنائي حيني شحات ومحمد محمود دخلوا جزء من التدريبات البدنية الجماعية طبعاً مع طبعاً التمرين اللي كان النهاردة بالليل انضم السنائي دوت للفريق على فترات معينة من النواحي البدنية تحت إشراف طبعاً توماس بينكل ده مدرب أحمال الفريق استكمل السنائي طبعاً الشحات ومحمد محمود تدريباتهم التأهيلية بشكل منفرد ده تحت إشراف طارق عبدالعزيز الاتنين اللعيبة طبعاً يعني إحنا كلنا محتاجينهم والنادي الأهل محتاجهم هما يعتبروا في المرحلة الأخيرة من التأهيل طبعاً التدريبات البدنية مهمة جداً جداً التدريبات بيتمرنوا بشكل منظم بيكتهدوا بشكل كبير جداً دايماً في خلال الإصابة وفي خلال العودة تاني من الإصابة آخر 10% دي اللي بتكون الأهم يعني بيكون المشوار طويل أوي تأهيل بدني وتأهيل حتى على المستوى النفسي تأهيل معناوي لكن حتى العشرة في المية الخطوات الأخيرة هي الخطوات الأهم جداً ساعات اللعيب بيستعجل ساعات العشرة في المية دا يتقول لك لأ أنا هنزل فإحنا هرسين كمان والنادي الأهل هرس إن شاء الله حسين الشحات ومحمد محمود يتواجدوا إن شاء الله فأقرب فرصة بإذن الله عودة قوية إن شاء الله لحسين وعودته أكيد إضافة قوية للفريق وأيضاً يعني كمان نفسنا أن محمد محمود يكون جاهز بشكل لأ خلال الفترة اللي جاية إحنا لسه مع أخبار ميران الأهلي النهاردة ومجموعة اللعيبة اللي شاركوا فيه مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الأخيرة دي في الدورة الممتاز أدوا التدريبات بدنية واستشفائية اللعيبة كانوا خدوا جزء كبير من التدريبات البدنية مع الفريق قبل ما انتظموا فيه ميران استشفائي بشكل منفرد في الجم طبعاً ده بعيداً عن تدريبات الكورة القدر صحيح يمكن كان فيه خبر علي لطفي كان عنده إصابة كورونا يمكن استبعت من المباراة اللي فاتت وبكده زي ما بنقوله دايماً النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله في المستقبل كمان عندنا لعيبة وعدة جداً النهاردة النادي الأهلي بيتواجد حارس جديد الحارس حمزة علاء ده حارس مرمى فريق الشباب 2001 انتظم علاء طبعاً في تدريبات الفريق في حراس المرمى تحت إشراف ينكون ده مدرب حراس المرمى وحارس طبعاً الجهاز الفني على تصعيد حارس الشباب ده زي ما اتكلمنا تعويض غياب أو ناقص العددي في حراس المرمى بغياب علي لطفي حارس المرمى وقاط بقى السلاسي الموجود محمد الشناوي ومصطفى شبير ومعاهم كمان حمزة علاء جانب من التدريبات الفنية والبدنية تحت إشراف ميشيل مدرب حراس المرمى كل التوفيق طبعاً لكل حراسنا وكل التوفيق نحن شايفين ان محمد الشناوي كل يوم يثبت انه جدير يكون رقم واحد في مصر على مستوى الأداء السابت على مستوى الأداء الفني اللي بيقدمه مع النادي الأهلي محمد الشناوي رقم واحد في مصر عندنا إن شاء الله رقم واحد في الثبات الانفعال ده صحيح عندنا كمان احنا بنتكلم عن نادي الأهلي لا عندنا كمان مصطفى شبير طالع عندنا حمزة علاء موجود فدايما حراسة المرمى في النادي الاهلي على مر التاريخ وأحمد طريق سليمان أفضل حراس مرمى على مدار التاريخ على مستوى النادي وعلى مستوى المنتخبات أكيد أكيد كريم ندفد كمان واحد من اللعيبة المهمين جدا في الاهلي كلنا يمكن بنتمنى أكيد نشوفه قريب في التدريبات ندفد ابن النادي الاهلي من المواهب اللي هيكون إن شاء الله يعني ليها دور مهم جدا في مستقبل الاهلي في الفترة اللي جاية لعب وسط الاهلي أدى جلسة علاج طبيعي النهاردة في الجام وكان فيه جلسة أخرى جلسة علاج مائي في حمام السباحة على هامش المرارة الجماعة النهاردة النهاردة بيواصل أداء برنامجه بعد طبعا حضراتكم عارفين أنه أداء جراحة غضروف الرجبة ده كان مؤخرا الجهاز الفني بقيادة فيلر كان حريص النهاردة أنه يطمن على حالة ندفد وبرنامجه العلاجي ماشي ازاي وبالمستوى المطلوب ولا لأ فإن شاء الله يقوم بالسلامة ويكون صارب أربوات في الناس يكون متواجد بإذن الله بسحة جيدة مع الفريق وزي ما بنقول دايما الأهل دايما بيشتغل بكذا عين زي ما بيقولوا على المستوى المحلي بنبص البطولة الدور وإن شاء الله ربنا يكرمنا فيها ورايب إن شاء الله مباراة المقصة يوم الساب لكن كمان على مستوى الأفريقي إن إدارة النادي الأهل استقرت على صفر الفريق طبعا للمغرب لمواجهة الواددة المغربي في بطولة أفريق ده طبعا إحنا عارفين إدارة النادي الأهل بتحاول تعمل كل ما عليها لتوفير نوع من أنواع الراحة والاستقرار للفريق إحنا عارفين إن شاء الله تبقى مباراة مهمة جدا جدا فكل صغيرة وكبيرة بيتم التعامل معها بشكل اخترافي طبعا إحنا عارفين بيبقى ساعات في مشكلة وقابلتنا مشاكل كتيرة جدا جدا خلال السفر يمكن الناس تقولي آه المغرب قريبة شوية لكن ممكن جدا بيكون في مشاكل في الترانزيت مشاكل بتقابلها فطبعا مجلس إدارة النادي الأهل بيبقى فائلة خاصة طبعا تجنبا لمشاقة السفر عبر خطوط الطيران في ظل طبعا كمان الإجراءات الاحترازية اللي بتفرض نفسها على رحلات الطيران حول العالم طبعا عشان فيروس كورونا لكن إدارة النادي الأهلي حريصة دايما طبعا يكون النادي الأهلي كمان على المستوى على مستوى النفسي وعلى مستوى الراحة يكون إن شاء الله في أعلى معدلاته لمواجهة إن شاء الله الوداد في بطولة كلنا مستنينها إن شاء الله كده خلصنا يمكن أخبار المارد الأحمر نادينا النادي الأهلي هنروح دي